معي؟ يلا، تصبح على خير شهد؟ تعال يا عيوزاكي فوت يو جادي؟ حاضر عرفت إن عيزة طلع بيدك النهاردة أوه، حصل النهاردة أبروك لا يفارك فيك شكلك مبسوطة هو رجل زين والله بلك أنت بعد اللي حصل لو واحد تاني كان راح ما عودش هو زين إن شاء الله تتجوز وتتهني أنا بس عايزة أقول لك كلمتين هو في إيه؟ هو أنا أملت حاجة ضيقتك مني؟ لا والله خالص أنا بس عايزة أقول لك الكلام اللي كريمة كانت حتقولهولك لو كانت موجودة شوف يا حبيبتي الست عمود البيت وبينك وبن راجلك ربنا يتقي ربنا فيه وإياك يتدودنك للناس الناس ما عندها شغل كتر الكلام وخراب البيوت ووي ترفع يحسك عليه يزعل يتجهر ولو تجهر منك حدور على غيرك تشبر قلبه فاهمه؟ ولو بعد سيبيه شوية وشو فيه؟ لجتيه زعلان تكلمي معاه وشو فيه ماله ورجعيه بالموضة والرحمة فاهمه؟ ليه بتقوليلي الكلام بالمارضة؟ عشان البيت الكبير مواجهش إلا لما كل واحد فينا شاف العفش اللي في التاني ولا شافش الحلو سمعان يا شاعت؟ كيش دعوة باللي فات؟ بصي قدامك وأنا موجودة لو عايزة أي حاجة قوليلي سيئا آه دي حلوة فتحتك ربنا يخليك المجابة يا سلام يا سلام اللي ما عملتيها مع شمس دي لو عرفت هتهد الدنيا الشمس ما تعملش كده دي طيبة وغلبانة هاتي أشوف كده يا شهد الله يسلم زوء كم رات عاملت تسلمي حبيبتي عارفة أنا كنت عاوزة عامل ليلة كبيرة لشهد بس أنا عارفة أن هي بتحب الرأس بقى كده بتقري فتحتك من غير ما تقولي والله العزمة هاعدها لك بسم الله الرحمن الرحيم طب كنتو كلمتو حسن كان المفروض يبقى موجود معاكو في يوم زي ده مرة وان فضل اتسل بيه بس التليفونه مقفول يا ريت هل نعمل ايه نيعيني اتهدتي يا أختي وتبطتي جبتي الوضع لملا وشه نصحة يا بيت أنت مش هتغيري عاد لا يا مرة عامي مش هتغير أنا هوريكي ردال بقى تعالي براحة عليها ده عروسة وماله افرح ربنا يحفظكم ويسعدكم ويجبر خطرنا فيكم يا رب مالك يا مرة عامي حسن انت تعباكو لا لا رايقا وزي الفل الحمد لله لو مش قادرت علي نرجع تاني تتقول ايه؟ انا جاي اشوف امك اتوحشتها ماما ماما ايه حبتي ايه حبتي صحيح يا زهانا يا رب تكوني بخير يا ماما الحمد لله شكلك تعبين؟ شاهدة قالتلي ما تقولي الماما ما تقلقش خالص هي هتعمل كل حاجة جابري كريم زج يا حبيبتي توحشتك وأنا كمان تعالي 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 أنتي بيتك ومطرحك أهان تقول علي يا أوليك بعد الشر يا حبيبتي كتفوت قوليلي أخبرك يا أبو عملا إيه الحمد لله نحمد الله علي لي جيبه استهل الحمد شهد قالتلي إن الجلسة الجاية دي أهم نوبة بس هي الحمد لله متطمنة خليه على الله يا كبرية أنا مسلمة أمر لله ولي عوزه ربنا هيكون وردية بحكمه يا أختي عايز أقولك حكاية يا كبرية أنا مسامحاك يا أختي على الأديم والكديد وعلى أي حكا تعمل إيحا وما فيش في قلبي نحيتك نقطة صودة ولا نحية أي مخلوق خلق ربنا وكل يوم التاني بيعجي عليها هنا بعتب نفسي هو الندم وحش بس بقوله يا ريتني لك كنت طلبت فلوس ولا ورس كنت عايزة العيلة واللمة الحلوة الحمد لله إن شاء الله خير وأقولك على حاجة يا أختي إياك تخافي أبداً إحنا كلنا حواليك وجارك وأنا وبنات والولاد والله للنهار ندعي لك وإن شاء الله إن شاء الله أبو عن الله كل يوم التاني كده أنا حفوط عليك أتطمن عليك هنا وعلى إيه كل يوم التاني ومشورة رايحة جاية خليك قاعدة معي تسليني وسليني يا ولية يا ولية كريمة كان لازم يبقى في موقف كان لازم يبقى فيه دعم لأ إلا أنا فيه ده بيخلي مروني يتأكد إن أنا ضعيف وإنه عنده القدرة إنه يتقطع أي حاجة لو كان عايز يعملها تقصد إن أهل البيت الكبير اتأكدوا إن أنت ضعيف للأسف محدش قدر يحقق أي حاجة من اللي إحنا عايزينها محدش فهم البيت الكبير ده كان هو مشكلتنا في البلد اللي هو فيها عارف ليه؟ لأن أهل البلد كلهم كانوا بيحبوا أهله ونازه وكانوا بيسمعوا كلام عبدالجواد الكبير كل كبيرة وصغيرة طبعا وكانوا بيرجعوا له دايما في أي حاجة قبل ما يعملوها ويتأكدوا إن كانت صحة أو غلط لكن عبدالجواد رفض إنه يتعامل معنا وطبعاً ده أخرنا كتير عبدالحكيم بقى كان حاكم زمام أمور البلد كويس قوي لأن الناس كلها كانت بتحبه وكانتمشي وراء حاولنا طبعاً نهد قوته ونضعفه لكن فشلنا وكان صعب جداً مع عبدالحكيم لأن أهل البلد كلهم كانوا بيحبوه وهو كان بيحترم جداً حبوهم ليه لحد ما جات الفرصة وأهل البيت الكبير بدأوا كلهم يأكلوا بعض وطبعاً لما أهل البيت الكبير يأكلوا بعض يبقى مهم جداً إنه يبقى في حد موجود يشعل النار ينفخ فيها وإنت تأكدت أن البيت الكبير لما تضربه بتجيله من بره بيقوا أكتر ترجمة نانسي قنقر